لم تقدر إسرائيل أو لم تقدر إسرائيل جيداً حجم الخسائر التي ستحظى بها أمام الرأي العام الدولي عندما أقدمت على مهاجمة قطاع غزة بأعنف الوسائل مخلفة عشرات الآلاف من القتلى والجرح المدنيين جلهم من الأطفال والنساء وبينما تبحث تل أبيب عن إنجاز عسكري بعد خمسة أشهر من القتال يقول المراقبون أن هذا العدوان الذي وصف بالأعنف في العصر الحديث غير من حيثيات ثقافة عدد كبير من النخب في الغرب وطرح تساؤلات عند القاعدة الشعبية بشأن قيم حقوق الإنسان الراسخة عندهم في ظل تواطئ مؤسساتهم الرسمية مع الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بغزة حديثنا هنا مشاهدين يدور حول الطيار الأمريكي إيرون بوشنل الذي أحرق نفسه أمام الصفارة الإسرائيلية بواشنطن احتجاجا على سياسات تل أبيب تجال فلسطينيين بعد ساعات من إعلان وفاته نظم ناشطون مناصرون للفلسطين وقفة احتجاجية أمام صفارة الاحتلال الإسرائيلي في واشنطن معبرين عن تضامنهم مع الطيار الأمريكي الذي وصفوه بالإنساني والرافض للظلم والعدوان وأشعل الناشطون الشموع أمام بوابة الصفارة كما أنهم رفعوا الأعلام الفلسطينية واتشح عدد منهم بالكوفية ورفعوا لافتات كتب عليها شعارات من قبيل أوقفوا الإبادة الجماعية وفلسطين حرة إضافة إلى عبارة أرقد بسلام للطيار الأمريكي وفلسطين حقوق في عقاب الحادث أصدرت حركة المقاومة الإسلامية حماس بيانا حملت فيه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المسؤول عن وفاة بوشنال الذي دفع حياته في سبيل تسليط الضوء على المجازر والتطهير العرقي في قطاع غزة وأضف البيان أن الحادث المأسوي الذي أفقد الطيار حياته هو تعبير عن حالة الغضب المتنامي بين الشعوب وبين الشعب الأمريكي الرافض لسياسة بلاده التي تسهم في قتل وإبادة شعبنا والرافض لتعدي حكومة بلاده على القيم الإنسانية العالمية عبر تقديم الغطاء لضمان إفلات الكيان وقادته النازيين من العقاب والمحاسبة تقول حماس وشبه البيان موقف الطيار بوشنال بالناشطة والحقوق الأمريكية ريتشال كوري التي تصدت بجسدها الأعزل كما نذكر لمجنزرة إسرائيلية عام 2003 في غزة أيضا وقالت الحركة أن الطيار الأمريكي آيرون بوشنال خلد اسمه بوصفه مدافعا عن القيم الإنسانية ومظلومية الشعب الفلسطيني المكلوم بسبب الإدارة الأمريكية وسياساتها الظالمة مثلما فعلت الناشطة الأمريكية ريتشال كوري التي سحقتها جرافة إسرائيلية في رفح عام 2003 طبعا حادث كهذا أشعل مواقع التواصل الاجتماعي فهنا على سبيل المثال كتب حسان على رحيل إيرون بوشنال أو أن هذا الرحيل يبعث برسالة قوية مفادها لا تغض الطرف عن الإبادة الجماعية في غزة وتسأل قائلا هل سيستيقظ الغرب من سكرة الدعم الأعمى لإسرائيل بعد هذه الحادثة المروح أدف إيفون موليسك قائلا إنها لفتة جميلة جدا لإضاءة الشموع على روح إيرون أما حسام شاكر فقال أكثر ما يزلزل المرء وهو يشاهد إقدام إيرون على حرق نفسه أو على التضحية بنفسه لأجل موقف أنه واصل الهتاب حتى آخر رمق صاح مرة تلوى أخرى والنار تأكله فلسطين حرة وبتغريدة نوال نختم قصتنا إذ قالت إيرون بوشنال ينضم إلى ريتشال كوري في قائمة الشباب الأمريكي الذي وهب حياته ليرى الغرب ما تفعله إسرائيل بفلسطين